بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد ثامنا توحيد الأسماء والصفات وهو باب واحد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات الجحود هو الإنكار والإنكار نوعان إنكار تكذيب وهو كفر بلا شك فمن أنكر اسما لله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة فهو كافر بالإجماع لأن تكذيب الله ورسوله كفر مخرج من الملة بالإجماع وإنكار تأويل لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ما ليس له مسوّغ في اللغة فهذا يكفر كأن يقول بأن اليد هي السماوات فهذا يكفر لأنه لا مسوّغ له في اللغة ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية فهو منكر ومكذب أو يتأولها إلى معنى يخالف ما له مسوّغ في اللغة فهذا لا يكفر لكنه على خطر عظيم ونرد عليه كما لو قال في قوله بل يداه مبسوطتان المراد باليد النعمة فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة لكن يرد عليه أولاً بأنه مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل ثانياً أن اليد وصفت بأوصاف لا يمكن أن توصف بها النعمة أو القوة كالتثنية والجمع والقبض والبسط ولا يكون هذا للنعمة ولا للقوة ثالثاً أن الله تعالى امتن على آدم بأن خلقه بيديه ولو كانت اليد بمعنى النعمة أو القوة ما كانت مزية لآدم على جميع المخلوقات توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل لماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل أولاً لأن هذا الذي جاء في القرآن فلا نعدل عنه ثانياً لأنه أقرب للعدل فهم أهل تحريف وليسوا أهل تأويل ثالثاً تنفير الناس منهم لأن أهل التحريف لو وصفتهم بالتأويل فرحوا رابعاً التأويل ليس كله مذموماً فما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود أما التحريف فكله مذموم لماذا نفى التمثيل ولم ينفي التشبيه أولاً لأن التمثيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقاً بخلاف التشبيه ثانياً لأن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح فكل موجودين لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه ويتميز كل واحد بما يختص به ثالثاً الناس اختلفوا في مسمى التشبيه فجعل بعضهم إثبات الصفات تشبيها الاسم مشتق إما من السمو وهو الارتفاع فالمسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر أو من السمى وهي العلامة فهو علامة على مسمى الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما تسمى به الله والصفة ما اتصف به لماذا ندرس توحيد الأسماء والصفات أولاً حتى نحقق التوحيد بل لا يكون موحداً حتى يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة ثانياً لأن فيه حياة القلوب وأعظم شيء لحياتها وأشرف العلوم التعرف على الله ثالثاً دخول الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم لله تسعة وتسعون اسمى من أحصاها دخل الجنة رابعاً لأن هذا هو الأصل الذي كان عليه السلف خامساً حتى لا نقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة من التمثيل والتعطيل سادساً لندعو الله بها قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها التحريف تغيير ما يجب إثباته لله وهو معنوي مثل الذي يقول بأن اليد هي النعمة ولفظي كتحريف نفظ الجلالة الله إلى الله في قوله وكلم الله موسى تكليما فأنكروا صفة الكلام لله بزعمهم أن الكلام من موسى والرد عليهم بسؤالهم عن قوله تعالى وكلمه ربه فلا رد لهم وتنقطع حجتهم التعطيل إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات وهو تعطيل جزئي كالأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض وتعطيل كلي كالجهمية عطل الله تعالى عن جميع الصفات التكيف ويسأل عنه بكيف ويكون باللسان تعبيرا بأن يصف الشيء بلسانه ويكون بالبنان تحريرا بأن يرسم الشيء ببنانه ويكون بالقلب تقديرا بأن يتصور الشيء بقلبه دلالات الرسم المطابقة وهي دلالته على جميع معناه المحيط به التضم وهي دلالته على جزء الالتزام وهي دلالته على أمر خارج لازم مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وحده بالمطابقة وعلى صفة الخلق بدلالة التضم ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كيف ندرس علم الأسماء والصفات أولا العلم عبادة ولا بد أن نسير على النهج الذي سار عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ثانيا أن يكون الغرض من الدراسة تعظيم الله ولذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء طأطأ رأسه وعلاه العرق لأنه سئل عن عظيم ثالثا لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم رابعا ذكر الدليل أولا ثم الاعتقاد ثانيا والمخالفون لأهل السنة يعتقدون أشياء ثم يبحثون لها عن أدلة فلا يجدون لها فيتخبطون ويقعون في البدع خامسا نطبق طريقة الشافعي رحمه الله آمن تهتدي فتؤمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله وتؤمن برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتعلق بالأسماء والصفات أولا أسماء الله ليست محصورة بعدد معين والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء بل كقول القائل عندي مئة فرس أعددتها للصدقة ثانيا أسماء الله أعلام وأوصاف وليست أعلاما محظة فهي من حيث دلالتها على ذات الله أعلام ومن حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم أوصاف بخلاف أسمائنا فقد يكون اسمه عليا وهو من أوضع الناس ثالثا أسماء الله مترادفة متباينة فهي مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله لأنها تدل على مسمى واحد فالسميع والبصير والحكيم كلها تدل على مسمى واحد هو الله لكنها متباينة باعتبار معانيها فمعنى الحكيم غير معنى السميع رابعا الاسم من أسماء الله يدل على الذات وعلى المعنى فيجب علينا أن نؤمن به اسما من الأسماء ونؤمن بما تضمنه من الصفة ونؤمن بما تدل عليه هذه الصفة من الأثر والحكم إن كان الاسم متعديا فمثلا السميع نؤمن بأن من أسمائه تعالى السميع وأنه دال على صفة السمع وأن لهذا السمع حكما وأثرا وهو أنه يسمع به أما إن كان الاسم غير متعد كالعظيم والحي والجليل فنثبت الاسم والصفة ولا حكم يتعدى إليه خامسا الصفات أوسع من الأسماء لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة تكون اسما فيوصف الله بالكلام والإرادة ولا يسمى بالمتكلم والمريد سادسا كل ما وصف الله به نفسه فهو على حقيقته لكن ينزه عن التمثيل والتكييف الدليل الأول وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية كفار قريش يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى فهم يقرون به وفيها دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفر الدليل الثاني وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله يجب على الداعي أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته ويحدث الناس بطريقة تبلغها عقولهم وذلك بأن ننقلهم رويدا رويدا حتى يتقبلوا الحديث ويطمئنوا إليه ولا ندعو ما لا تبلغه عقولهم الدليل الثالث وروا عبد الرزاقي عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى ما فرقوا أي ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلغتهم لماذا لا يثبتونها لله كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم يوصف القرآن بأنه محكم كله بمعنى الإتقان وبأنه متشابه كله أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وبأنه منه المحكم ومنه المتشابه فالمحكم اتضح معناه والمتشابه إما نسبي قراءة الوصل أو مطلق على قراءة الوقف أولاً يطلق على القرآن أنه محكم كله دون ذكر المتشابه دون ذكر المتشابه أي ليس فيه خلل لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ثانياً يطلق على القرآن أنه متشابه كله دون ذكر المحكم أي يشبه بعضه بعضاً في جودته وكماله ويصدق بعضه بعضاً ولا يتناقض قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً ثالثاً يطلق على القرآن أنه منه المحكم ومنه المتشابه فيكون المحكم هنا الذي اتضح معناه وتبين والمتشابه الذي يخفى معناه وهو نوعان مطلق ونسبي وهذا ينبني على قراءة الوقف والوصل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله فالمطلق الذي لا يعلمه إلا الله مثل كيفية الصفات وحقائق ما في الجنة والنسبي يعلمه الراسخون في العلم ويكون عند غيرهم متشابهاً وليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من حيث المعنى ولكن الخطأ في الفهم ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ولم يقل هذا مدحاً لنفسه ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن وأنهم يقرؤون آيات الصفات ولا يفهمون معناها الدليل الرابع ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن المسائل الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات أي انتفاء الإيمان بهذا الثانية تفسير آية الرعد وهم يكفرون بالرحمن الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع ونحدثهم بطريقة تبلغها عقولهم الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكها التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر